مشاهد ذكرت الأمريكيين بحادثة جورج فلويد قبل أشهر هذه المرة اختلف الاسم ولم يختلف الأصل ولا نوع الحادثة حيث كان جاكوب بلاك وهو مواطن أفرو أمريكي ضحية تعنيف من رجال الشرطة في مدينة كينوتشا بولاية ويسكونسن ما أعاد لهيب نار العنصورية سريعا إلى الشوارع الأمريكية وإلى حدود البيت الأبيض فالحادثة أتت في وقت غير مناسب بالنسبة لرئيس دونالد ترامب قبل حوالي شهرين من الرئاسيات والتي تؤثر فيها هكذا أحداث بنسبة للناخب الأمريكي أكثر من الشؤون الدولية أو قضايا أخرى كما تستغل سياسيا من طرف المترشحين والتيارات السياسية حتى وإن لم يأتي بعد التعقيب الصريح من الرئيس الجمهوري على ما وقع في ويسكونسن إلا أن السيدة الأولى في المكتب البيضاوي ميلانيا ترامب أنابت عن الرئيس وغازلت الأمريكيين بتعاطفها مع المواطنين من أصول مهاجرة وبخطاب تسامحي لين لم تتعود عليها أسوار البيت الأبيض منذ مجيء دونالد ترامب قبل أربع سنوات هي أوراق لا منصة من تعديلها بالنسبة لترامب فيما تبقى من سباق الرئاسيات لا سيما وأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي مهم في الاستحقاقات الانتخابية الأمريكية